قسم القراءة تخيل أربعين بالمئة من اختبارك حيجي منه وأغلبنا يعاني منه يشوف ان قسم صعب واستعيل الواحد يفهم سواء من ناحية الوقت او ضعف المترادفات او قلة التدرب فعشوك في هذا الفيديو حتديرك أطخم تدريب القسم القراءة في اختبار الفسب ورح يحيل أزمتك بهذا القسم فحشاركك فكرة عن هذا القسم ايش اللي تسويه وبعدين حشاركك الطريقة اللي اختصت علي الحل في الوقت المحدد وبعد ناخد تدريبات عملية على أشياء حديثة تبدأك الطريقة وتطلعك من هذا الفيديو وانت عندك الألف للياء في قسم القراءة وفي نهاية الفيديو رح نشاركك أهم مئة قطعة متوقع في الاختبار للإصدار الأخير منها عشان تكون جاهز انك تبدع في الاختبار فأول حاجة خليني بدأ بجزء الأساسيات والبديهيات التي تحتاج تعرفه عشان تبدع في هذا القسم فهلا نبدأ قسم القراءة عبد الرحمني ايش فكرته و ايش هو اول حاجة هذا القسم الثاني عبد الرحمن طيب ليش قاعد ناخد الحين انه القسم الاستماع هو القسم الأول لكنه القسم الصغير الموجود و بالنسبة 20 بالمئة يجي بالاختبار القسم الأكبر الموجود هو قسم القراءة و قسم الكرامر فأشكد انا ببدأ بالأولوية بأهم الأكسام أو بمعنى آخر بأصعب الأكسام فقسم القراءة الثاني قسم يجيك فما حيكون اول حاجة حيكون تاني حاجة 40 سؤال رح يكون عندك كمجموع كلي و عندك 60 دقيقة في اختبار القراءة بمعنى آخر لاحظ كم عندك الوقت فعندك ما عندك كمان دقيقتين للسؤال واحد ما عندك فعندك دقيقة و نوصل لكل سؤال فالوقت عندك حرفيا حاجة كوكب تاني طيب 9 إلى 13 قطع موجودة عندك بشكل كامل فعندك كمجموعة قطع فعندك قطع مختلفة و مجموعة سؤالتهم 40 لكن هي ما هي 40 سؤال وورا بعض هي قطع من 9 إلى 13 قطع وفيها أسئلة وورا كل قطع عندك أسئلة ويعتمد على نوع القطع بعضها تكون طويلة ولا تكون قصيرة والأسئلة كلها في اختبارها بشكل عام مو بس هنا كمان في القراءة باستماع القراءة وكله اختيارات فهذا الجزء الجميل المعمل لأن احنا متعودين عن الاختيارات فذلك يبدو انه بسيط لكن فيها تكنيك وفيها لعبة شوية سنتكلم عنها شوية طيب القطع الصغيرة دائما تكون حاجة بسيطة جدا سطر واحد فقرة واحدة فقرتين فعندك القطع صغيرة حرفين بعض ان في قطع سطر واحد بس تتسل وهذا عندك قطع طويلة اللي هي من اربع الستة فقرات وهذا اليوم راح نحلها نحل قطع كده محترمة كده ونأخدها من البدان النهاية فتكون هناك شيء تأوي نجو فعندك قطع طويلة اللي فيه الموع ممكن يبدو انه أصعب لكن ليها تكنيكا ليها طريقة حالة فعندك بعض الوقت تجيلك رسوم بيانية او احصائية تقولك طلع منها فهي تعتبر جزء من القراءة لكن القراءة بشكل مختلف يعني ما هي كده كلام مرمي هو عبارة عن سلو مختلف للقراءة فهذا هو قسم القراءة طيب اذا انت خدت الموضوع من بعيد ويهي عبد الرحمن انا خراس خليني ادخل الاختبار واتمنى انه زي ما قلت لي عبد الرحمن حاول اقرأ وحاول اخمي ما عندك قاموس ما عندك مترجم الوقت عندك اقل من دقيق ونص فكيف نتعامل معها عبد الرحمن ايش الخطوة يعني فليها تكنيكات ليها طرق مختلفة فحبدأ بالتكنيكات هناخد تكنيكات الصغيرة بعدين يجعل التكنيك الكبيرة تكنيكة صغيرة مثل التبس هتساعدك اول حاجة اول تكنيكة صغيرة دقيق ونص اذا اخذ السؤال اخذ منك اكتر من دقيق ونص حطي عليه علامة استفهام واذا اخذ دقيقتين ما ينفع تدي له الثاني واحدة اذا اخذ منك دقيق ونص دقيقتين خلاص حطي عليه علامة استفهام سيبه في مكان روح للسؤال بعد لان في اسئلة من جد تكون اسئلة سهلة وهدية سميها واذا تحاول تحكيط على الاسئلة الصعبة ستعاني مع الموضوع ابدع باسئلة المعنى والضمائر في عندك اسئلة ومختلفة لكن في عندك اسئلة يقولك ايش معنى هذه الكلمة واذا يشير الى ايش هذه الاسئلة هتحلها اول حاجة اسئلة السهلة اسئلة هدية دائما دائما تعتبرها الاسئلة الحاجة وكمان ايوي يعني بالتعطي لك فكرة عميقة عن القطع بشكل افضل فهذا اول الاسئلة هتحاول تحلها حتى لو ما كانت مرتبة يعني لدي خمسة اسئلة والسؤال الثالث والرابع كانوا عن المعنى والضمائر هتحاول تحلم اولا هناخد علي مثال الجزء الثاني الكلمات الاختبار ما هو ان يقولك هاو اولي عبدالرحمن عبدالرحمن مدري ايش عرت عام لأ هو الفكرة حيقولك هيسألك سؤال بطريق ببنام يقولك هاو اولي ايش هاول يشكل بينهم هاحاول يغير استخدم مرادف للكلمات لما تدور على الشيء ولما تحاول تعرف المعنى فأنت لا تدور على الكلمة حرفين فين موجودة مثل حركة المتوسط والاختبارات البسيطة الكلمة ندور صح احتمالا ان تأتي الكلمة بالضبط تعتبر نعمة لكن هناك احتمالية كبيرة ان الأسئلة تتشغل يجب السلوب مختلفة تتقالب طريقة مختلفة او اتعاط صياغة الكلام نفسه بكلمة بطريقة مختلفة فخليك جاهز لها لا تقول عبد الرحمن لازم تكون مزلطة تسعب اول حاجة لا تقرأ كل القطعة هذا يسميها من اكبر الاشياء اللي ممكن لازم تتفع عليها ما ينفع في اختبار الاستيعاب المقروء تقرأ كل حاجة تقرأ القطعة من البداية من اول سطر لين نهاية السطر مثل الطريقة العادية اللي نفعلها في القراءات الطويل ما ينفع تسويها ما ينفع تقرأ القطعة تروح الاسئلة تحاول تحل السؤال من ذاكرتك اللي هي اسوأ حاجة فكرة رضي ممكن تسميه في الاختبار او انه بعد ما تقرأ السؤال بعد انترجع سيأخذ منك السؤال أكثر من ثلاثة أربع دقائق which is poisonous ما ينفع تحل إلا نص الأسئلة ونص الدرجة طارت منك طيب فهذا حمال ايش الحل سنتحدث عن التكنيك الكبيرة جاي في الطريق فلا تجاوب من الحفظ لا تحفظ معلومات حتى أحد تقل لك إذا جاء لك سؤال كده بهذا الطريق أجابها تكون هي كده ترى it doesn't work حتى لو كانت معلومة عامة يقول لك مثلاً معلومة كده شائعة يقول لك اللابتوب يحتاج بطارية أو مثلاً في شيء دولة معينة موجودة في القارة الفلانية هذه معلومة مرة تقفها لكن حاول أنك لا تعتمد على مخك حاول أنك لا تعتمد على فهمك أو على المنطق حقك دائماً ترجع للنص أنت لا تحل هذا ما هو اختبار ذاكر من حاجة معينة ما هو اختبار أحياء أنت عام حافظ معلومات عندك القطعة عندك المصادر الموجودة لتأخذ المصدر دائماً هو الممكن أنك حليت سؤال مشابه أو تدربت على شيء مشابه بيساعدك أنك توصل إجابة قريبة لكن ما ينفع تحل بحفظك أو تحل بمعلوماتك السابقة والعادية والمعلومات العامة الموجودة عندك وهذا يذكرني بمشاكل قاعدة تصير عبد الرحمن المستوى أنا ذاكرت مرة كويس حليت مرة كويس وخبصت في الاختبار والدرجة حقتي كانت مثل سبعين وكنت متوقع خمسة وتسعين شو اللي صار حليت السؤال كنت أعرف إجابة وحليت وحستت إجابة بسيطة هل قريت؟ لا عشان الوقت ما عندي وقت طب ليس جابلك القطعة أصلاً القطعة مر مهمة خطأ شائع وغريب جداً ما أدري ليه لكن يجب أن تفعلها لا تدون ملاحظات حديدك ما كان تكتب فيه ملاحظات بدل الفكرة هنا أن تحاول يعني من تجربتي صراحة وإذا كانت ملاحظات لا تحتاجه فمن تجربتي لا تدون كل ملاحظات أو تدون أي ملاحظة بشكل عام على طول تهجم وتحل بالتكنيكة التانية اللي هو التكنيكة الأساسية الموجودة عند قسم القراءات آخر حاجة قبل ما أجل تكنيك عشان معلوماتك العامة مرة تانية قلتها مرة تانية من الحفظ ومعلوماتك العامة الاثنين ما ينفعني تحل من خلالهم على فكرة إذا أنت جديد هنا تجد تشترك في القناة لأنه قاعد ينزل محتوى قوي جداً عن كيف تشتاز وتختصى عن نفسك اختبار كيف تأسس نفسك وتقوي نفسك وأيضاً تتدرب وتعرف تكنيكات والطرق اللي اختصرت عليها وساعدتني حقك وإذا أنت أصلاً مشترك شكراً لك فإذا ديتني ثمز أب لهذا الفيديو رح يدعم المحتوى أكثر ممتاز فكذا عندك الأساسيات والبديهيات الآن خليني نتكلم عن التكنيكة الضخمة المحولية فإذا بهمتها وغيرت طبق هذه التكنيكة فأصبوط قسم القراءة رح يتشكل تكنيكة ألف سين ميم ألف أسمى تكنيكة أسمى هذه الأربع خطوات التي يجب أن تفعلها وعشان تحل هاد القطه التي شفتها قدنامك أو أي قطع ممكن تمتلك في الاختبار في الجزء الأول الممكن أن تكون سطر نصد ولكن تكون الجزء البداي في الموضوع الجزء البداي من في الموضوع الجزء المحصل بنسب ليش عبد الرحمن ليش قاعدين نحاول نقرأه سطر؟ لأنه بنحاول نكون خريطة ذهنية بنحاول نقول اوكي فشكل الموضوع رح يكون عبارة عن هذه الفقرة رح تتكلم عن حاجة معينة هذه الفقرة زي عندك مثلا مدينة جدة حي السلامة حي السامر حي عندك متى مقسمت الموضوع فالان تبا تقول كل فقرة الكاتب ايش بيحاول تتكلم فيه فالخطو الأول هو هدفنك بيكون خريطة ذهنية للقطعة الموجودة قدامك بعد ما تخلص فقلينا نأخذ عليه المثال سريع مثلا خلينا نأخذ من هنا عشان تكون أسهل القراءة سكيسكريبرز ذو ايكوانيك تاوريج شركتورز ذو ايكوانيك تاوريج شركتورز ذو ايكوانيك تاوريج شركتورز سكيبس لدي كلمات عبر رحمن ما فهمت ولا حاجة في الموضوع ذو موضوع لأنه دائما نقول عليه نركز على الكلمات التي تعرفها مو الكلمات ما تعرفها احنا متعودين في المدرس دائما او بشكل طبيعي انه اي كلمة جديدة عليها هي اللي بنركز عليها نقول اه كلمة سكيسكريبرز جديدة عليها ماعرفش هذا الشيء ايوه تاوريج هذي كلمة جديدة عليها فاسنيتين كلمة جديدة عليها سيريسكيبس كلمة جديدة عليها ومخنا ينسى الشيء اللي يعرفه وفجأة نقول القطعة مرة صعبة انا ماعرف اقرأ ولا شيء والهجابة هنا دقيقي دقيقي ذوز تاور قسم الكلمات هالجزل عندك ايكون ايكون تاورين تاور سكاي السماء حاجة مرتبطة بالسماء هالقصده الناطحات السماء ايوه ناطحات السماء فهمت البنايات الطويلة تاور تاور خمسة تاور سبعة مودرن الحياة الحديثة اه ماعرفش معنى لكن بتكلم على التاريخ اوه هل هو بحاول يتكلم فخلينا نشوف الترجمة الحرفية في الموضوع نطيحات السماء لما تلك المباني الشاهق المميزة يخيش ده مناظر المدينة الحديثة بتاريخ رائع طيب انا خلني اسألك الجزء هذا الكلام هذا كله هذا الشيء بالكامل بالكامل وليس ترجمة هذا الجمله أديني كلمتين تحتوي هذا المحتوى كله تخمين طبعا انت ما قلت هذا الشيء بس بتخمن بسرعة ناطيحات السحاب اشبه تاريخها تاريخها هو اول فقرة في التاريخ ناطيحات السحاب فانا اقدر اقول انه هذا الفقرة كلها قعدت تتكلم على تاريخ ناطيحات السحاب وهذا هو تركيز وهذا سميه انه عند الحين كونت فكرة سريعة مبدئية ما هو اجاب هذا ما هو سؤال رسمي في الاختبار لك تكون خريطة داخلية في مخك على ما سيجيلك طيب ناخد الجزء الثاني الفقرة الثانية الفقرة الثانية تمام؟ ماذا هذا الكلمة عبد الرحمن ما اعرف او ما هو روي تعرف ماذا هو روي تعرف راح يقول عبد الرحمن اه شكل الاختبار يحتاج كلمات كتير ايه وعشو كلنا ناخدهم في التأسيس بس مو كل كلمة راح تعرف مهما حاولت يعني ممكن تحفظك أربعة ألاف كلمة ولسه تجيك كلمات جديدة فالحل مو في حفظ كلمات حل هو في التأسيس بشكل متكامل القرام على الكلمات فترجمة هذا الشيء الولايات المتحدة لعب الدور كبير جدا في تطوير ناضحات السحاب طيب ايش اللي بيتكلم عنه اوكي ناضحات السحاب طبعا هو موضوع اللي كل الفقرة قاعد تكلم عنه بس ايش بالضبط اللي بركز عليه دور امريكا دور الولايات المتحدة فهذا هو الشيء اللي حركز هذه أو هذا هو سميها المنطقة أو هذا البراغراف 2 يتكلم عن هذا الشيء نيجي يتكلم على الفقرة الثالثة قرن سعطاش قرن سعطاش قرن سعطاش قرن سعطاش يتكلم عن المواد وبناءها وبالتالي يركز على بناء ناضحات السحاب نفسه وعملية البناء الخط الرابع نفس الشيء التطوير قرن سعطاش ما هذا الشيء أصلا؟ هو بركز على الإنسان وكيف حاجة تعتبر شهادة كيف يعتبر الإنسان رهيب وبارع وخطير فأيوه بركز أكثر على تطور ناضحات السحاب وكيف الناس قاعدين يكملوا فليش سويت؟ هذا الخطوة أعتبرها فأنا قررت أول سطر من كل فقرة طبعا هذه القطعة تعتبر طويلة فقرات قصيرة ممكن الموضوع هذا تسوي في الثواني بسيطة جدا فهذا هو الأول خطوة فالآن صارت عندي خريطة ذهنية كاملة فالآن بدل ما كان الموضوع بالنسبة لي ما يعرف حبدأ من فين أسوي إيش الآن صار عندك فكرة واضحة الآن تشايف آه تاريخ ناضحات السحاب هنا هذا الفقرة تتكلم عن بناء وهذا تتكلم عن تطور فأنا عندي الآن خريطة واضحة طبعا رحمال ليش بنسوي هذا الشيء؟ لأنه هذا يبدينا السؤال للجزء اللي بعده عند حين يحتاج الروح ل سين سؤال اقرأ السؤال وحدد الكلمات مهمة دقيقة لا تقرأ الاختيارات لا تحاول تحل أسوأ خطة ممكن واحد يسويه نحاول تحل لا تحاول تحل هتركز على هذا الجزء هتركز على هذا الجزء ناضحة السحاب نقطة هذا السؤال بسيط فلما تركز على كلمة دلالية هذا الشيء حتى اذا مسحته حتى لو اذا مسحته في العالم وكيد في العالم لا تحاول تحل أولا تحين لا أريد أن أقرأ الاختيارات هذه الخطوة الثانية تقول ممنوع ان تركز على السؤال فقط طيب ننظف الموضوع شوية طيب خطوة البايدة عبد الرحمن ميم يقول لنا دور على مكان الإجابة فأنت عند خريطة للقضاء حقتك عرفت السؤال الشيء اللي تحتاج تعرفه الآن أبغاك تحدد المكان فهل هي هنا؟ ولا هل هي هنا؟ اللي هي الإجابة فالإجابة هل ستكون هنا؟ ولا ستكون هنا؟ فأنت عندك مكان أماك كثيرة فأنت تنوعا ما تريد أن ترى هذا السؤال مكان والحكومة موجود هل هو في تاريخ ناطحة السحاب؟ ولا هل هو في دول الولايات المتحدة؟ ولا هل هو في قاعدين تكلم عني سؤال؟ أول ناطحة السحاب بنيت في التاريخ فهل هي هنا؟ ولا هنا؟ ولا هنا؟ فأش اللي يجيب بالك؟ مين منكم يقول لي أبواك تختار ويقول لي إيش الإجابة التي تتوقعها؟ هنا واحد والاثنين والثات واربع أول ناطحة السحاب اللي منكم مهم تذكر السؤال متى أو ايش هي؟ ايش هي أول ناطحة السحاب؟ هل بيركز على التاريخ؟ ما معنى كلمة التاريخ؟ سؤال حلو دولة الولايات المتحدة في وبعدين عندنا تالت تقول عملية بناء ناطحات السحاب عملية البناء والبناء نفسه كيف يبنوها المواد اللي يستخدموها هذا الفقر التالت الفقر الرابع تطور ناطحة السحاب تختار إيش؟ تاريخ ناطحات السحاب بعضك عبد الرحمن لا دقيقة في نسبة كبيرة كما قالت لا عبد الرحمن هي موجودة في البناء طب خليني أقولك أنا ليش أحس الإجابة هي كده؟ وليش هي العكس؟ خليني نشوفها مع بعض لما نجي تكلم على تاريخ ناطحات السحاب والطريقة اللي هي قاعدة يمشي فيها فنلاحظ في حاجة غريبة في الموضوع التاريخ يتكلم على متى أول ايش معنى تاريخ ناطحات السحاب؟ ايش معناه؟ مين سوى؟ او ناطحات السحاب؟ مو هذا التاريخ؟ ولا قزلة حاجة تانية؟ وهنا كان يركز على عملية البناء قاعدين يستخدموها ايش؟ طوب؟ ولا حجر؟ ولا طين؟ ولا دورها؟ فهنا نركز على تاريخها وليس عملية البناء نفسها ما قال مين بناء؟ وكيف؟ ايش المواد يستخدموها؟ فهذا ودينا لحين لحددنا المكان شكرا انت سويت حاجة تعتبر مرة ضخمة الآن دورك انك تدور على الكلمات التي تعتبر جاية من السؤال ايش الكلمة المهمة كانت عندنا في السؤال؟ أولاً في حد منكم ممكن يدور معي كلمة أولاً.. ما أبغاك تقرأ ما أبغى قراءه فنبغى قراءه سريع ما نبغى قراءه حتى اسميها بحث سريع وليس قراءه بالفهم أولاً نهاية الجملة تمام فحق أكمل فأبدأ The first skyscraper in the world يقراها من الشاشة عشان تكون أسهل The first skyscraper in the world often attributed to home insurance building in Chicago أوكي قل لنا كمان الإجابة was constructed in the late 90 طبعا أنا قاز أنا بنطق أنا قاعد أسوي شيء غلط بس عشان أنا كومنته فبليس لحد يقول لي برحمان أنت قاعد تشرح حاجة تسوي حاجة أنا ممكن أسويها هنا هذي أحسن حتى رغب سيصلاتي ما يحتاج تنطق ما يحتاج تحرك لسانك المفروض ما تحرك لسانك وليس تصير أبطأ طيب كاز شوفنا الإجابة مرة ثانية حدي لكم ثانية كمان أبوه كل واحد يقرأ الجملة كذا بتماعهم لأنه أنت ستقولي الإجابة كل واحد يقرأ هذا من المكان من هنا إلى هنا يلا طيب طيب في الحين ما كان الإجابة تم أنا قريته خلاص فالمفروض الإجابة عندي الإيه في الحين من منكم يلاحظوا لو ما قرينا ما شوفنا الاختيارات الآن جا دورك عشان تستبعد الاختيارات طيب أختار الإختيار الصح أقولك استبعد كله ما تبقى تتأكد أنك تضعه الاختيارات الثانية كفيا الله أبواهك تستبعد الاختيار هل هذا شفتو؟ لا B شفتو E ولا لا C شفتو E ولا لا D شفتو E ولا لا الإجابة الصحيحة هي The home insurance building مدرحمايا من فين جبت الإجابة إيش كيف الإجابة صحيحة الآن إليش قلت لك اقرالي من هنا لهنا هل انت شايف ايفل تاور في اي مكان انت ما انت شاف الا كلمة home insurance building واضحة زي الشمس ففجأة انت ما يعني that's it 70 اختيارات انا ما شفت لا ايفل تاور في الموضوع cancel ايفل تاور ما شفت the pyramids ما شفتها leaning tower لا هذا الوحيدة شفتها فهذا اجابة الصح مع انه اذا تفكر من مخك بمنطق حتتلخبط ليش ثميه سيب المنطق على جنب ركز على الادلة الادلة لازم نجيب من القطع سيبك أن تعتقد ان ايفل تاور اكبر ولا مدري ايش الى ايفل تاور نقدم سيب معلوماتك الشخصية ركز على القطعة نجيب الادلة من القطعة لا تفكر في مكان ثاني لان الاختبار ما هييقولك معلوماتك انت صحيح او غلط او المعلومات قطعة غلط هو القطعة انت الاختبار على القطعة فلا تبني عندك تحييز لا تقول ان احس اللي اجابة تبني تحيز حتى موقعك يبدأ تلخفض أول سطر أقرأ السؤال مكان الجابة السمع للخيارات موضوع القراءة هناك سؤال هل منكم قرأ كل القطع عشان يجاوب عليه هذا السؤال صح؟ هل مننا اضطر انه يترجم كل شي ويفهم؟ هل مننا احتاج مستوى جدا عالي عشان يفهم ويفهم كل الكلمات؟ بالرغم من ما تذكر لما قلت لك أقرأ أول سطر في كلمات كانت جديدة علينا كلنا صراحة وكانت في كلمات صعبة بس هل احتاجنا لانه نحفظ كل الكلمات ولا بتكنيكة اسمع الموضوع صار أبسط بكتير جدا لحين تعرفت التكنيكة بمثالها سميها الأساسي ومثال بسيط منه الآن خلنا ندخل في أعماق الأعماق ونشوف أسئلة مختلفة أشكالها مختلفة أعتبر أسئلة شريرة شوية وكيف نتعامل معها كيف رح نحلها نحن دخل الآن بالجانب العميق القوي اللي تحتاجه في اختبارك نحاول نطبقها على القطع هذي هذي القطعات طبعا مين منكم حاول يقراها بالكامل؟ غلط إذا شفت القطعة وعندك واحد اثنين ثلاثة أربح خمسة قطعة كده معاك من القلب طبعا هذي عبد الرحمن أنا حارفين حاولت أقراها لنفعل إجابة إذا حاولت تقراها وقت الاختبار كله ضاع وأصلا حاول تقراها يعني خلينا نحاول إذا حاول تقرا الشيء أصلا كلمات صعبة حاجات صعبة بالفكر أن عليك تخمن تعتمد على التخمين تكنيكة اسمة تقول أول خطوة عندي ألف أقرا أول سطر فإن سكول هذا الشخص أدسون's mind often wondered كلمة مرة صعبة احتمال جدا كبير ما تعرفها وعادي أنك ما تعرفها وعادي أنك ما تعرفها وعادي أنك ما تعرفها وعادي أنك ما تعرفها أنا اليوم كعبد الرحمن ما أعرف ما هذا الكلمة فأنا المناسة اللي صراحة أقولك أشطب الكلمة اللي ما تعرفها فلاحظ مالتاني فإن سكول مخه شي معين والمدرجس كان بيقول له حاجة معينة فطيب لكن قاعد يتكلم على أديسون هل أديسون معروف شوية أو مألوف بالنسبة لنا؟ ممكن لكن باين أنه قاعد يتكلم على شخص اسمه أديسون وفي المدرسة وشيء زكده فحلو أنا لحنا عندي فكرة فهذا بالنسبة لأول سطر كلا خلصنا أول خطوة قلنا أول سطر هناك أنا السؤالي اشتخ مينكم؟ يعني هذه الفقرة ممكن تتكلم على إيش فبعضكم يقولون ممكن قاعد يتكلم على أديسون أو هذا الشخص أو اللي منكم تذكر مين هو أديسون بالضبط ويقولك أنا أتذكر قاعد يتكلم عنه بالضبط فإيوه في الخطوة الأولى خلصناها نحن على طول نقرى السؤال عبد الرحمن معقولة بدون ما نقرى شيء بدون ما نقرى شيء حتروح الأسئلة على طول الأسئلة السؤال الأول ماذا يقولك ماذا يقولك هذا السؤال دائما تحتحله في النهاية أسئلة تقولك دائما ترميه في النهاية يجي سؤال بعده فقبل ما تحل الأسئلة تشوف إيش السؤال اللي حتهته هتحله أول حاجة هذا السؤال شكله عن معلومة يتسأل معلومة ممكن حنحله ممكن حله لكن هل في أسئلة ضمائر أوه أوكي كان شايفين في عندنا أسئلة ضمائر حرفين قدامنا هنا what does the pronoun ضمير it يشير إلى فهذا السؤال على طول راح أحله الآن نحين فأول ما نشوف أسئلة ضمائر ما نحتحله هتحله أول حاجة أسئلة المعلومات والأوبينيون سفيتي في النص أسئلة التالت اللي بديني عنوان للفقرة كله والكلام اللي كله هتحله آخر حاجة الفتاة أولويات حلو فهذا السؤال يقولك إيش معنى كلمة it أو it يشير إلى إيش طيب فتكنيكة أسمى تقولك إنه حلو أول ما شفت السؤال قريت السؤال ممتاز وحددت هنا حلو تحلين تعليك تدور مكان الإجابة طب ليش أنا قلتلك لما يجيك أسئلة الضمائر حل أول حاجة لأنه مكان الإجابة دائماً بيكون محدد شايفين إيش هنا في الاختبار ما تكون ملونة لكن بتكون بود وبتكون عليها كده خطة وشيزة كده وبود بسهل جداً أنك تلقطها وتعرف إنها موجودة فأنا عرفت مكان الإجابة طيب أسرة الضمائر دائماً دائماً أنت تقرأ قبل الشيء نفسه فعني أنت ما هتقرأ حتشوف الجملة أو الشيء اللي قبله اللي تقال قبله فإيش الجملة اللي قبلها؟ هذه اللي جملة اللي قبلها فقولك أدسون تقرأ قبل أسرة الضمائر حلو فبعدها ما هتقرأ يعني بعد الضمير ما هتقرأ فالضمير عائد على إيش؟ فطبعاً إت إذا نعرف هذا الضمير هذا الضمير هو معناها يشير لشيء غير عاقل فما هو لإنسان أصلاً فإيش هو هذا الشيء؟ هل هو إنسان؟ لا طبعاً فهل تقرأ قبل أسرة الضمائر السبب هذا الشيء مين هو هذا الشيء؟ يقولك هير معناها يستمع هير معناها استماع فعنده مشاكل في الاستماع فهل هي مشكلة في الاستماع؟ ما ندري اللي جاء إيوه أحتمال إيوه لكن الفكرة إيش؟ إنه لا تقول أنا أدريش الإجابة لأنه هي عبارة ناسة الإختيارات فحتروح للسؤال هتروح بالضبط نفس السؤال التي بتحله إيوه هتقول طيب يلا شوف الخيارات هنا هتحاول تيجي على آخر خطه في أسماء فأس ألف سين جرين السؤال حددنا مكان إجابة للميم الموجودة في أسماء بعد مين يجي لآخرة طول ألف اللي يستبعد الخيارات فهذا فين تستبعد كل خيار بحيث ما يبقى إلا الإجابة الصحيحة فهنا راح أشوف هل قاعد يشير اللمبة؟ أي ديقولك اللمبة ايش دخل اللمبة أصلاً في الموضوع؟ ما ليه أي علاقة؟ هل قاعد يقولك هستيش المدرس حقه؟ مدرس ممكن غير عاقل ما أعرف هذا ممكن إحنا نحدد خصوصاً المدرس اللي قاعد يتريق عليه على أدرسون ومدرئاش المخترع العظيم حقنا فما أعرف لكن أكيد لا طبعاً إحنا البغوين مرر ما حينفع His mother of course not فالاختبار دالما يزيب لك خيارات تافهة وجداً بديهين أنك تستبعدها حتى لو نفترض أن ما كنت تعرف الإجابة وعنده خيارين فإحتمالية أنك تجيبها بالتخمينة وبالحظ إحتمالية تدبل حرفياً فاستبعاد الخيارات is just the biggest thing ever صراحة فحرفين أنا ما قاعد أجاب الباقي عندنا D انتهى وأنا ما قريبت خيار D أصلاً انتهى ما أحتاج أفكر فيها عبد الرحمن موجود شوف لاحظ الإجابة غلط ليقولك His deafness وما عندنا خيار خامس أصلاً فأول ثلاثة متأكد أنهم غلط فهي كده وإجابة الإجابة على الموضوع أنه هذه الكلمة مختلفة عن hearing problem أنا لا أعلم لا هي نفس الشيء وما عندما يستتحق لسيطة المزع عندنا تتحدث عن الدفنس فهي تعتبر إلى الدفنس بالطبع طيب أليس تدري drummer أنا لن تتحق لدي كم سؤال ويندي خمسة أسئلة هل هناك سؤال يسألني على المعنى؟ هذا هو السؤال what does the word bid mean؟ هذه الكلمة موجودة عبد الرحمن فهذه experiencia فحاول دوي هل في كلمة البيض موجودة؟ ايه وشايفينها هنا طيب ايش معناها هنا؟ هتحاول تقرأ الجملة اللي فيها فحنبدأ نقرأ من فين؟ طبعا الجملة ما شاء الله هذي طويلة هتحاول تدور ما هتلاقي فالبداية مثل ممكن نبدأ هنا بعد تقرأه بالتقرأه بصوت عالي بس عشان كاز نقدر نحلها مع بعض طبعا نقعد أقرأ بصوت عالي بس عشان كاز نقدر نحلها مع بعض لكن ما هتسويها لكن لا تفعل هذا في المنزل نحن في البيت فالبداية هو أنه أربعالاف دولار خمسالاف لكنه كانت تطلب الوصول الوصول لتجعل مجرد فالبداية ايش هذا الشيء؟ ما اعرف فإحتماليه إذا انت تعرف المعنى بسهل عليك لكن افترض انك حتى انت تعرف المعنى لازم ترجع لمكان جابه احتمال بتعرف المعنى لكن ما بستخدمه في مكان تاني بطريقة مختلف بحيث المعنى يكون مختلف فإذا انك تعرف كلمة بد لكن عبد الرحمن ما اعرف اش معناها هو أصلا السؤال يبغاك تخمن فهو كان أصلا فكرته انه يبغى يبيعها بأربع الاف دولار لكن هما قال لهم انه انتوا سووا كلمة اسمها بد فهو استقرب انه هما عرضوا وعليه عشرة الاف دولار يعني هو كان في باله انا ببيع بخمسة الاف وقال لهم انتوا سووا بد هذا الشيء اللي ما نعرفه فهم قالوا اوكي هنشتري منك بعشرة الاف انا ما اعرف الاجابة ما يحتاج تعرف الاجابة ليه؟ انه عندنا اخر خطوة الاستبعاد والاستبعاد ستسهل للموضوع هل بد معناها عرض هم عرضوا عليه بذكر فهم طلب منهم يسووا عرض وهم عرضوا عليه احتمال طرح لا احتمال صح او لأ؟ طيب بذكر هل اختراع؟ هل وستر نيونين طلب من وستر نيونين انتوا سووا اختراع؟ لا طبعاً لا اكيد وستر نيونين ما سووا اختراع هم بالعكس عن دول السعر فأكيد هي مرتبطة بالسعر مرتبطة بتسعيره معينة فأكيد ما هي 100% هل تكلم عن جائزة؟ ما الدوله جائزة هو كان يبغى يبيع شيء توقع فلا توقع كان بيه اختراع وشيء زي كده فما هو جائزة فهل هو بتكلم عن فلوس انه انتوا سووا فلوس؟ ظابطة كمنطق لكن هو طلب منهم ان تسووا بد وهم جاءوا وقالوا احنا ندي لك 10 الاف مو اللي كان في بالك فأكيد ما طلب منهم ادوني فلوس وطلب منهم انو ادوني عرض انو نسوي مزاعد ادوني ايش الشيء انتوا راضين ان تدفعوا لهذا الشيء فأنا هقول هنا ممكن تتلخبط هنا قول عبدالحام ما ادري حقرة بقرة ايدي لكن لاحظش اللي صار بي و سي راحوا في احتمالين انك تجاوب الاجابة الصح احتمالية يعني احتمالي انك تزيبها مرة كبيرة فإيوه فماني اس دا ميك سنس الاجابة راح تكون اوفر فهي تكنيكة بالطبع عبدالحامان ممكن تعيدها ونحلها ونفهمها اكتر هذه الفكرة التكنيكة طريقة مرة مختلفة يعني حاجة ممكن تكهرب مخك في البداية انو انا متعول اقرب طريقة مختلفة واختبار عبدالحامان يقولي اقرب طريقة تماما مختلفة وبسلوب جدا مختلف وبسلوب صراحة يقهر شوية يعني اذا تفكر في طريقة اسمة انت من تعارف كل كلمة يعني اختبار تكنيكة اسمة تفترض حاشتين انو انت ما حتفهم كل شيء في الاختبار مستحيل تفهم كل الكلمات فالفكر انو بدل ما تقول اذا انا نبغى اوصل لمرحلة احفظ في الكلمات مهما حاولت تحفظ كلمات عمره ما حتوصل لمرحلة في الاختبار الا اذا كنت من الدكتوراه عنده من الدكتوراه في اللغويات والانجلش ممكن انا انا كعبدالحامان الينا اليوم بستدرجة سبعة وتسعين في كلمة وريتكم هي ما اعرف معناها اصلا فمهما حاولت ما حتيجي لك كلمات وتعرف كل ما عانيها او حتى حاولت حتاخذ منك سنوات طوينة هذي هو الحاجة وحاجة التانية الوقت عندك من رضيه فهو بيتعامل مع المشكلة يقولك طب خمن يخي خمن حاول عندنا خيارات موجودة اربع خيارات موجودة الحمد لله نعم من ربنا بدل ما تكتب الاجابة مثل كذا فاستخدم التخمين استخدم مكان الاجابة واستبعد الخيارات وهذه التكنيكات موجودة في هذه الخطوات فخليد احي نعيدها على سؤال سؤالين كمان ونحاول نمشي فطيب قدما شرحتها اكتر قدما يثبتت مخاك اكتر وقدرت تطبيقها احسن فطب قايت خلصت الاسئلة خمس اسئلة انتهت طيب ايش اسوي عبد الرحمن تحل حتحل الاسئلة التانية ما عادة اسئلة العنوان المناسب فالسؤال الاول اش كان وتحلهم بالترتيب فقالت مرة تانية حنحل الاسئلة بالترتيب لكن حل اسئلة العناوين قصي المعنى والضمائر اول حاجة وبعدين الاسئلة الباقية واخر سؤال نحله هو الاسئلة التايتل ايش هو التايتل فمثل خلينا نشوف يقول لك السؤال او عن تايتل حسيب حسحب عليه فلسه هقوله بعدين فعرضونا حل السؤال الثاني ما حل السؤال الثلاثة لا حل السؤال الثاني اول لانه هذا سؤال عادي اسئلة يعني تسأل عن معلومة معينة طيب ايش يقول يقول لك ايش كان رأيه عن الانفكشن فالسيري حقي ما عرف اش دخلوا في الموضوع هنا طيب فيقول لك فالسيري حقي ما عرف اش دخلوا في الموضوع هنا طيب برحمان انا ما عرف كبت انفكشن طيب فهدفنا دخلين ايش نسوي ألف قرينا سؤال فألف قرينا سؤال أول سطر دخلين نجد السين قرينا السؤال نجد دخلين لمكان الإجابة برحمان معقولة دور مكان الإجابة من هذا النص كله صعبة مرة دقيقة طيب لتصعبة على نفسك اول سطر قريتو هنا هل تتوقع ان الإجابة تتكلم على المدرسة هل المدرسة ليها علاق هل محتمل ان تتدور تلاقي الإجابة هنا عن المدرسة ومضاربات المدرسة ومدرسة قاعد يتطرق عليها وش زك كده ممكن صعبة طيب انا اقول صعبة احد يقول لي عبد الرحمن لا انا احس ان الإجابة حقدر الاقيها طب حاول تلاقيها هل لقيت كلمة انفكشن دور معي كايز ممكن تدور معي هل في كلمة انفكشن دقيقة انت ما قاعد تقرر عبد الرحمن انا ماشي بسرق ايوه لو انت قاعد تبحث على كلمة انفكشن وحاجة قريبة منها انت ما قاعد تقرأ ما قاعد تفهم حرفين فزيك انا قاعد تدور رسمة قاعد تدور شكل شكل الكريمة ما قاعد تدور ما قاعد تقرأ فانا مثل انا بريكم كيف قاعد حاول اقرأ فميكينج مي شي سو شور فلد بلس سمثين لف سم دسابويند طاعت ماشي في هل احد منكم لاحظ في فرق بين القراءة وبحث على كلمة او شي قريب من كلمة انفكشن ممكن احد تجاوب عليها هل لقينا كلمة انفكشن لا فاش معلها مهي موجودة هنا لا تقرأ لا تحاول تقرأ لا تحاول تفهم لا تضيع وقتك طيب طب هادا في احتمال اصلا تقول عبد الرحمن متكد انه ما هي موجودة أصلا في الاسلوب التاني اللي هو الاسلوب اللي انا هسويه انو لما شوف السلطرة الاول يقول عبد الرحمن هادي قاعد يتكلم عن مدرسة المدرسة اكيد ما قاعد يتكلم عن كلمة انفكشن انا من الناس اللي اعرف معناها مثلا فنيجي على فقرة اتنين يقول لك هو كان عنده مشكلة صحية هل تتوقع لجابة موجودة هنا كلمة انفكشن اللي ممكن بعضكم يعرفها ممكن يكون معناها عنده التحاب شي معين في مشكلة معينة مرضية صارت عنده فاحتمال هي من هنا ما نعرف هل ندور هل في كلمة انفكشن موجودة كلمة انفكشن احد منكم لقى كلمة بسرعة ما بتحاول تقرأ ممكن اسمعها منكم في تحاول تقرأ في تحاول تقرأ في اي سطر سطرة الثالث شكرا حلو بالضبط فلسه انا ما قريت اول ما تلاقي الكلمة هادي تقول او واو عبد الرحمن لقيت هذه الكلمة هتحط عليه وتحاول تقرأ الجملة اللي فيها اللي جابه وفيها الكلمة فحتحاول تقرأ من هنا الين هنا في الله دي حين نقرأ بتركيس فهذه الجملة الوحيدة اللي تقرأ بتركيس بسببها اللي هو المرض حقه هاده كلمة صعبة لتوقع ما اعرف اش هذا الشئ توقع ما انا مسخن وزكية لما كان طفل and recording untreated middle year infection طيب هل تتوقعوا الإجابة هو قال الأوبين يقول إيش رأيه إيش رأيه بالإنفكشن هذا فهو لسه أنا ما عرفت الإجابة هكم القراءة But Edison was believed believed معناه يعتقد That is a feature advantage But Edison يقول لك هذا الشخص أعتقد وكان يعتقد إنه هذا هو feature advantage إيش هو أنا ما فهمت إيش قصه feature advantage أنا كل يوم I don't know ففي شي معين قال إنه هذا الشي كان أعتقد إنه هو عبارة عن حاجة إيجابية وشيء ذكي advantage ما نعم إيجابيات وشيء ذكي ممتاز هحاول أروح للسؤال الثاني دي حين أخمّل يعني فيه احتمال أحد يقول لك أدرحان أبن يفهم حاجة That's okay أنت بتحاول في الدقيقة ونص طرح أنا بأخذها بشكل أبطأ شوية في دقيقة ونصها هذي ومعتدرو فأول مرة هتأخذ منك التكنيك هذي سبع دقائق دي السؤال واحد زيما قاعد تصير معنا دحين بعدين حتصير خمز دقائق أربع دقائق ثاني دقائق وهذا هدف التدرب اللي قاعدين هتكلم عنه وتكلمت عنه من العمد الخمسة فهل تكلم عن feature advantage أو واو موجود أصلا فهذه محتملة ما أستبعدها B معجزة miracle أو شيء زي كده اجدخل مجلسة في الموضوع ما كانت مثبور ما في شيء قريب منه cancer عائق يقول لك المرض حقه حقه ما يمدي يسمع وزي كده وعند ضعف في الاستماع في السمع فأنا ممكن أقول لا هو ما أعتقده كعائق زي أغلب اللي ما شاء الله الناس اللي ناجحين يقولك لا لا أعتبروك أوكي طيب بيقولك هذا الانفكشن كان خطأ هل هو اعتبروه ما قال هو اعتقد انه بليفت كان خطأ لا فالإجابة واضحة كانت ايه فالإجابة الصحيحة هي ايه انتهى طب درحوان أنا ما يفاهم لا لكن لقيتها موجودة قدامنا ولقيتها موجودة في المكان الصح هذا الإجابة ما يحتاج تفهم كعائز ناخد دحين ف that's the main idea تمام What is the invention that made him famous إيش هو الاختراع تات ما يرهم فيموس the most إيش أكبر شي سواه اخترعه اللي خلاه جدا مشهود طيب هاذا من فين حنلاقي إيها هل الفقرة اتنين اللي تتكلم على مرضه هي الفقرة اللي حيكون فيها احتمالية اه احتمالية انه يتكلم عن اختراعه احتمال كبير لا صحي طيب خلينا نشوف هل يقول لك هذا الشخص Thomas Edison was an American inventor business money development devices طيب هل الشي يقول لك هل في اختراع معين خلينا ندور هل في اختراع معين اختراع معين most important دقيقة دقيقة the most important فيه حاجة باين عليها انها most important فحط عليه اوكي هذا الشي most important invention was the electric light bulb اه فلاحظ انا ما اعتمد اوه Tom Edison ادري انه هذا المخترع على المبا لا انا معتمد على النص ما انه انا كان في بالي احتمال انها لمبا لكن لازم ارجع وشوف الدليل فهذه الاجابة وهذه قريبة جدا من الاجابة فانفكشن تكلمنا عليها فاش هو الشي اللي خلا هل هو light bulb بصراحة ايوة اتوقع نشوف هل هو الفونو غراف هذا الشي ما نعرفه لا هل هو the carbon stick لا طبعا ما ذكر شي the new experimenting اللي هو الشي الجديد اللي ما لا طبعا فالرجابة of course هي رح تكون A انتهى شايفين الموضوع احنا هذا السؤال ممكن اخذ مني اسرع بكتير جدا اول اللي انا في البداية اخذت عشان اشرح لكم الخطوات اللي ما تتعود على الخطوات حسنا في عين اندي حين قاعد تساعدك باقي لنا ايش باقي لنا السؤال بعدين اسل الاداة باقي حلينا باقي عندنا السؤال الاول اللي هو title فالتايتل اللي يقول لك كيف يقول لك what is the best title for this passage فليقول لك لكل القطعة ايش هو العنوان المناسب هل هو طيب السؤال هنا ييجي طيب كيف نحل هذه الاسئلة هنا هتحل انك تقرأ اول سطر من الكل فقرة بس اول سطر فاول هادي اصلا قريناها في المدرسة وكيف مدرس قاعد التريق عليه هنا تكلمنا على المشاكل الصحية هنا تكلم على مولده وانه يعتبر المخترع العظيم جدا لكن اربع يقول لك was a prolific كلمة مرة مستحيلة inventor holding مدري ايش patents in his name فشكتو قاعد يتكلم على انه مخترع عظيم وماعرف ايش طيب المهم Edison major innovation was the first industrial research lab ماعرف 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 لكن يقول اكبر اختراعات وابتكارات وكانت ايش ممكن تخمن طبعا فإحنا خلصنا احنا دورنا قلينا وسط فأسرل التحدي عنها وانه عشان قلت سيبها لانيها لانيها طريقة مختلفة فالحينا نحنشوف كل الاختيار وحاول استبعد واختار من هنا طيب how Edison left school energy killer room هل القطعة كلها قاعد يتكلم عن المدرسة وليش ساب المدرسة وليش تتعلم من البيت كل القطعة معقولة لا هذي ممكن تكون عنوان الفقرة الأولى إذا سألك الاختبار لكن هنا لا سأستبعدها طيب نيجي على بي هل الفقرة كلها مرتين القطعة كلها هنا نلاحظ قال لك الباسج بالكامل فهل تكلمت عن how his teacher described him as a confused كيف المدرسين وصفوا كل القطعة معقولة لا طبعا هل تكلم عن المدرسة نيجي يقول لك the great inventor المخترع العظيم هل القطعة كلها بتحاول تثبت انه هذا المخترع العظيم وعلي توصي بحياته بصراحة لانه تكلم عنه نجازات واختراعات وذلك أصلا قطعة كلها تتكلم عنها وكيف انه كان ابتكروا شيئا ومدري إيش بصراحة محتملة ما هستبعدها ليش دحين فبنطيع حتى انت عارف انه جابا احتمال جدا كبير لما هتختارها هتحاول تقول هادي ما استبعدها اشوف اللي بعدين اللي بعده يعني how he disappointed his mother انه كيف انه زعل أمه ما عادري انضي هدي بس ما انا متكد هلا هاد عنوان الفقرة كلها حرفين كل حاجة يتكلم عنه كيف انه زعل أمه لا طبعا ف of course هادي هتكون استبعدها فالفكرة العام مهم جدا انك تكون شيئ شامل لكل الفقرات والإجابة الوحيدة الباقي عندي إجابة C طيب قبل ما نكمل الفيديو إذا انتم الناس المهتم وحابت انك تجتازه بأسرع وقت ممكن بقدم الدورة المكثفة للسب اللي فكرة انه تاخدك خطوة بخطوة وتدي لك الدروس ترتب لك هو بحيث انه ما عليك اللي انك تمشي في الدورة خطوة بخطوة والدورة معتمدة على تقنية الـ Active Focus اللي تسادك تندمج في التعلم وما تحس بالوقت وتتعلم بدون ما تميل ففي داخل الدورة هتتأسس في اختبار السب من كلمات السب القراءة تطويرية القواعد المتكررة في الاختبار وبعدين هنركز على تجهيزك لاختبار السب من خلال التكنيكات الفورية وتدرب على الأسر متوقعة فلما توازن بالتأسيس والتجهيز رح تكون جاهز ان تختم الاختبار وتحقق نجاحك الأكاديمي أو المهني والحمد لله من 2017 الدورة ساعدت الـ 1000 من الناس يحققوا بهدافهم يتخرجوا من الدورة ويحققوا طموحهم في اختبار السب فإذا انت مهتم تعرف عن الدورة تشوف التفاصيل من الرابط وتقدر تنضم لقائمة انتظار لأن الفترة الماضية فتح دفع جديدة وكتمل تزيل في ثاتة يامبوس فإذا حاب أنك تكون أول شخص يعرف تفاصيل الدفع جديدة أنضم في قائمة انتظار في أقل من ثاتين ثانية ونبدأ فنبدأ فأنا أول ما حدخل الاختبار بسم الله ما هذا الشيء جميل على طول حروح حدد طبعا السطر هذا الأول أنا حددته باللون الأخضر لأن هذا الجزء الحقراف حقول The Octopus 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 إيش هذا آه الخطبوط إيه هذا هو بعدين يتكلم عن الخطبوط The Octopus is Fascinating Creature Fascinating ما لها شيء مذهل Creature that inhibits many of the world's Oceans Oceans محيطات العالم Inhibits ماني متكد خلينا شوف الترجمة شتوقون في الخطبوط هو مخلوق رائع آه Fascinating رائع يعيشوا في العديد Inhibits يعيش آه أوكي Many of the world's يعيش في العديد من محيطات العالم واو طيب نحن خلينا نكون الخريطة ذهنية في القطعة هذه تتكلم عن إيش القطعة الأول تتكلم عن إيش بشكل عام إيش عنوان هل بتكلم عن السمكة هل يتكلم عن الموية هل يتكلم عن التقنية هل يتكلم عن الإنترنت وعن الذكارة الصناعية وبتكلم عن الخطبوط واضح جدا طيب هو الآن بدأ عن إيش في دائما المو دائما غالبا الفقرة الأولى تكون فقرة إيش تعريف على هذا الحيوان إيش قاعد يسوي إيش وضعه هذا المخلوق مين هو إيش هو إيش قاعد يسوي إيش فكرة هو يعيش فين طيب فهو قاعد يتدي مقدمة عن الأوكتوبس بزبط وتدي توصف هذا الأوكتوبس بشكل سريع خلاص رحنا كملنا رح اللي فقرة فما حطول أنا عليه بس أحاط عن عبد الرحمن إيش لو أنا دخلت في الاختبار أمني فاهم كل شي تفاين فتحاول أفضل ما عندك طيب في كلمات أنا بنفسي ما أعرف معناها يعني مثلا كلمة إنهيبت أنا بالقوة ذكرت معناها بس مو مو ضروري أنك تعرف كل كلمة أنك تعرف أغلب الكلمات هذو هذة هذة التحاول توصله مع الممارسة ومع التأسيس القوي طيب نروح اللي بعده In their natural habitats Octopuses can be found in a variety of environments from shallow coral reefs to deep sea trenches أنا أتمنى ما أحد قاعد يسوي لأنا قاعد يسوي أنا قاعد يسوي غلطة هنا أنا قاعد الآن هذة المرة تانية بغلط نفس الغلطة أنا حركت لساني وأنا قاعد أقرأ أنا قاعد أقرأ بالصوت عالي القراءة بالصوت عالي هي قاعد تاخد حيز من مخك ومن تركيزك بدل التركيز على القراءة أنت قاعد تركيز على النطق وهذا بيقلل من درجاتك بشكل مؤكد مليون بالمئة عبد الرحمن لا لو أبغى أطور لا أتفضل أتطور بعد اختبار يعني اختبار السف هدفنا واحد الآن هدفنا أن نطلع منه ونخدم الدرجة بس رعا وقت وفي السواك أكيد حتطور بس في البداية طبعا هذا شيء مزعج الكثير لما يسويها أول مرة إذا أنت متعوي دائما تقرأ بصوت عالي تحديدا الإنجلش زي ما أنا أنا أتقلي في المدارس في البداية الآن ما ينفع تحديدا في الجزئية الاختبارات وزي كده أنك تقرأ بصوت عالي عمرنا بالعربي هل سمعت أحد قاعد يقرأ قطعة مقالة بالصوت عالي بالعربي بس عشان يفهم لا فالقراءة تكون بالنظر مو بالصوت هذي غلطة أنا بسويها بعضنا هي تقصد يسويها في هذا الورش عشان كلكم تتابع معايا وعشان لشدة الانتباه وإلا هي ما لها أي لزمة فأنت تحاول أنك تشيل هذا العادة وتكسر هذا العادة as much as you can alright ف so we got this sentence but in the natural habitat إيش معناها؟ معناها باختصار بيقول لنا إنه في بيئاتها الطبيعية آه يمكن عثوره عن الخطبوطات ولا الخبيط ولا الأخاطب ما أعرف مو ما أعرف صراحة أنا كان عندي فضول فدورت في الإنترنت كل واحد يقول إجابة مختلفة عن تحدي طيب أنا لا أعرف الخطبوطات فأنا قلت العثور على الخطبوطات في مجموعة متنوعة من البيئات طيب لشي كنا نخطبوطات هي octopus بعد أن ESJ octopuses can be found فقالنا أنا يمدين نشوفه في بيئة متنوعة من بيئات هل لازم أكمل لا هو قل لك يمدين يشوفها في بيئة طيب هل قائز الفكرة الهدف من قراءة الجملة الأولى هو الفهم وحلها وفهمها لا أنت ما قاعد تقرأ الجملة الأولى عشان تفهمها أنت قاعد تقرأ عشان تخمن هم قاعدين يتكلموا في هذا المكان عن إيش فحتى لو في كلمات مثل مثل تكون صعبة عليك هذه صعبة هذه عبد الرحمن صعبة بالنسبة لي هذه صعبة بالنسبة تحاول تفهم في الطبيعة أوكتوبس يمديني نلاقيه في فراق كلمة صعبة environment بيئات خلاص أنت لما أول ما تفاوند إن نلاقيه أو العثور عليه خلاص هذا الفقرة كلها قاعد تتكلم عن إيش قاعد مرة تانية ففقرة وبالتالي إذا هو بيركز على العثور على أخطبوط فين فين يمديه نحثر عليه فأكيد قاعد يتكلم عن الأماكن اللي يعيش فيها والبيئة حقته وفين يعيش والآخر فالآن زي ما شاهد في البداية ده مقدمة يشو الأخطبوط والآن قاعد يمدينا مكان العيش فيه ممتاز في فيلم هندي أول في المسلسل التانية في الحلقة التانية في قصة تانية قاعد تصير فهي تكملة بس هي تكملة منطقية أول حاجة دعنا فكرة عن الأخطبوط إحنا نتكلم عن بيئة وشوف الفقرة التالتة حتكون منطقية جدا فلأنه اللي كتبه هو إنسان فلازم يرتبوا الكنامة فأكتوبوسز are opportunistic predators طيب أمني فاهم يا عبد الرحمن لا هادي ولا بشي قلتلك أشطبو ما حد قلتلك تعرف المعنى شيل هدولة وشيل هذي عبد الرحمن الكلمات مرة صعب زي ما مناهر تقول طيب شلناهم فالأكتوبوس هم فراغ and will feed on variety of brain including crab مين ما عرف كلمة شتريمب فش في أحد جديد كلمة نعرفها صح فش شريمب آه فالفقر هذي تتكلم عن إيش تغدى على إيش على الأكل بالضبط على أكله وهو يأكل إيش فيقول لك هو هو فراغ الكلمات الصعبة ويقدر يأخذ أي حاجة منها الشريمب والفش والكرابز الآخره خلاص هذي الأكل حقه فهمنا وكيف هذا فقط تركز على الأكل جميل جداً فيه مفترسات إيش معنى opportunistic predators اللي منكم عنده فضول ما يحتاج تعرف هذا المعنى فيه كلمات حرفين تيجي في قطع كلمات حميقة جداً مالهيئة أي لازمة وما هتتكرر فهي مفترسات فرصية وستتغذى على مجموعة يعني هي مفترسات predators تفترس بشكل على حسب الفرصة فذقت فرصة إنه في في سمك ما رايحة تروح تأكله ما عندي شيء معين حسب الفرصة المتاحة طيب نروح اللي بعده فيد فيد معنى يأكل أيه جاي من فود يمشتق منها نيجع الخامسة والرابعة والأخير نقول finally وأخيراً the octopus is a remarkable creature with a range of impressive abilities إيش معناها يقول لنا هو مخلوق يخي remarkable وعنده abilities يعني قدرات impressive رهيبة يخي يخصر بحال يقول لك المخلوق هذا رائع بمجموعة من القدرات المذهلة يخصر قاعد يقول لك هذا حيوان رهيب هذا مخلوق خرافي بس كان يعني بيمدح فيه طبعاً لأنه الأول ما أشوف كلمة finally أنا أعرف أنه هنا بدي ختام وبيدي معلومات ونصاح وأراء عن هذا الحيوان نقطة فهذا النهاية هذه الفقرة النهاية الإمكانيات حقته ويركز على الإمكانيات فالabilities هو تركيز حق هذه الفقرة وأخيراً خلصنا وهذا عندنا السؤال الأول The larger octopuses can weigh up to فراغات طيب أنا ما أبغر ركز على الفراغات قدما أنه طول أول ما أشوف السؤال أقول آه أيش الكلمات المهمة هنا weigh larger كبير طبعاً كلمة octopus بحذ ذاتها ما هي كلمة مهمة لأن القطعة كلها تتكلم عننا عن الأوكتبس ما هو كلمة مهمة جديدة أنا قاعدين يدور عليها فأنتي بغت دور على الكلمات اللي أنت تبحث عنهم أنا قلت أول شيء أقرأ السؤال بعدين روح للمكان الإجاب بعدين أستبعد فأنا الآن قريت السؤال أوكي فعندنا اللي منكم ما هو متأكد إيش قصدوا إيش معنى weigh روح شوف أشوف كيلو جرام كيلو كيلو باوند آه بتكلم عن وزن إيه وبيتكلم عن وزن طيب فإيش معناها معناها لازم نرجع وراء طيب بس السؤال هنا أبغاك تدور مكان الإجابة فين هتروح هتروح في فقرة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة اللي بتكلم عن وزنه فهل هذي عن الوزن لا هذي عن الأكل طيب هذي عن الفقرة اثنين هذي عن المكان فأكيد هتكون غالبا في الأولى ولا أسأل على فقرة مرتبة في الاختبار فهنروح للجزء الأول هشوف هل في أي مكان في رقم لأن هذا السؤال يقولك كم وزنه فحتلاقي رقم هل في رقم كده رقم واحد اثنين ثلاثة سبعة سبعة ثلاثة ثمانية ثبانطعش موجودة 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 او ماي جود ايش قعد يصير اثنين ثلاثة موجودة هل في رقم ثاني ما في رقم ثاني غالب الإجابة هي نفسها خليني بس أتأكد with larger octopuses oh my goodness large octopuses reach weights of up to 32 kg الإجابة إيش حتكون هنا فالأول ما شفت الإجابة way up to في خيارات كتيرة وروحت القطعة لمريهي القطعة موجود حرفين 32 kg هذا الشيء الطبيعي هذا الموضوع بسيط جدا هذا النوع نوع السللي تقولوا عليها أسلة المعنى أقضي أسلة المعلومة فالمعلومة مرة واضحة والمعلومة إذن تستيقى تلقطها تقدر تأخذها في أقل في ثواني بسيطة ف 32 kg طيب the pronoun they they هذه الموجودة الضمير they pronoun معناها ضمير they في paragraph 2 يشير إلى إيش ما شاء مختلفة خلينا ما نروح خلينا ما نقرأ الاختيارات تاعمل نركز أنه لا تقرأ الاختيارات ولا تركز عليهم على طول دور السؤال ودور ما كان إجاب بعدين نروح الخيارات ف طيب عبد الرحمن دقيقة أنت ما استبعت الأجوبة هنا هو أنا يعني بشكل أنتوا استبعتوها فأنا سبتكم أنتوا تشوفوا الأجوبة وتستبعدوا لا ما قال 70 pounds ما كانت مذكور أصلا 10 ما لأي علاقة فأكيد مش طوة طيب نجد سؤال ذي طيب في بارغراف اثنين مو تلاتة فانتبه لما يقولك بارغراف اثنين ومو قزو هادي قزو هادي قزو هادي هذا هو بارغراف 2 بارغراف 2 ذي اللي هي موجودة هادي دائما أسل الضمائر تكون محددة في هذا السلوب دائما لما تشوف ذي ما تقرى التكمل أنا اللي سويته لا ما هتسوي العمرك وما تشوف أسلة الضمير لا تقرى كذا لا لا تقرى دائما تقرى وراء وتدور على اسم مفعل فهل قزو ترنشز ولا قزو ريفس ولا قزو أكتوبس ولا ولا قلت لا يا عبد الرحمن ما ليعي علاقة بالأذرع ولا بالسكر ولا بالرجال يليها بأكتوبس جمع الخطبوط الخاطيب والاخطبوطات اللي هو فهذه الإجابة الصحيحة المتبقية لأن هذا المنطق القطعة كلها تتكلم عنهم والجملة كمان تبدأ هم ما يسووا كذا 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 الكلمة أبلون ما أعرف أن تققها أنا أول مرة أشوف هذه الكلمة في حياتي من جد بدون أي مبالغة أنا ما أعرف معنى هذا الكلمة بعد مصارح بهذا الشيء بكل فخر لأنه أنا زي زيك ففيه أشياء كثيرة جدا فيه أشياء مثلا في حرفين كلمات هي مقصود والشخص ما يبغى تعرفهم وإذا تعرفهم خبار خرب طيب هذ الكلمة إيش معناها فهذا سؤال ليش هذا سؤال المعنى مين منكم يذكروا أنواع الأسئلة تكلمنا عن أنواع الأسئلة قلنا فيه أنواع فهذا هو سؤال المعنى أسئل ضمير شفناها أسئلة المعنى كمان شفنا أسئلة أسئلة المعلومة أسئلة المعلومة أسئلة المعلومة أسئلة ضمير حليناهم هذه أسئلة المعنى فهذا يسألك عن معنى كلمة عين هذا نوع شائع جدا في الاختبار فين هذيك الكلمة آه موجودة فقرة ثلاثة طيب هل الموضوع كان صعب لا لأنه أصلا هو محددها بهذا الطريقة طيب هنا أنت تبغى تشوف اللي قدام الضمائل تشوف اللي وراء هذه كلمة تشوف اللي قدام يعني هو صراحة تشوف شوية وراء بعد تروح لقدام تركيزك على القدام فيقول لنا They are particularly fond of هذا الشي من هم ذي اللي هو الأكتوبس هم مدريش على أبلون اللي هو أش طبعا فاصل يقولك A type of مدريش found along rocky shorelines هذا الشي أبلون is a مدريش for many cultures and it's considered luxury food item aaa طيب فيقول لنا قائز يتكلم على أي قط هذه الفقرة تتكلم عن إيش هذه الفقرة أصلا تتكلم عن إيش قائز هذه الفقرة فقرة قم ثلاثة اللي إحنا كونا خريطة تهنية عنها أو فكرة مبدئية عن أكل على عشرة حق لخطوف الغدة حقه أي فصلا أكلوا يتغدى على إيش ويأكل إيش طيب فيقولك هم على هذا الشي طيب إيش هو هذا الشي؟ خلينا الآن نشوف إيش اللي بحاول يقولها لنا هنا هادي لعبة نحن طيب يقول لنا يتغذى إيش؟ يتغذى الأكتوبس الأخطبوط يتغذى على إيش؟ على من أحد الأشياء اللي يتغذى عليه هو هذا الشي هذا الشي هو إيش؟ هل هذا الشي هو أخطبوط؟ والأخطبوط يتغذى على خطبوط كمان؟ طيب لازم يقول لا مات يجري ما ينفع يأكل نفسه هو طبعا هيكون غريب جدا إذا فيه خطبوط يأكله نفسه ويحب يأكل نفسه It's very weird. It's not predicting إذا كانت قل كده كانت هيقولها طيب بي نوع من السمك نوع A kind of طيب A kind of توديني إلى حاجة type of type معنى نوع من مولسك إيش هذا الشي مولسك؟ هل هذا السمك؟ هل هذا إيش؟ ما نعرف found الذي يعني اللي نلاقي فيه rocky اللي فيها حجارة كتير ما جاي من rock حجر فالأشياء اللي shorelines اللي قريبة من طيب يعني هل قصدك هل يعني هل قصدك يا عبد الرحمن إنه هو ممكن يكون سمك؟ صراحة هذا الأكسدو هو ممكن يكون سمك لأنه هو ممكن سمك يلاقي في مكان معين حلو نيجي عليه كلمة alone alone معناها لوحدي إيش معنى لوحدي؟ أب alone معناها لوحدي؟ هو يحب يأكل لوحدي؟ إيش معنى لوحدي؟ ما ليه معنى؟ لأنه إحنا فهمين لاحظوا لأنه أنا خمنت في البداية وأنا فاهم فقرة تتكلم عن تخذية فأنا ما أجاوب بشكل أعمى حتى لو أنا من يفهم الكلمة فتخميني حيكون مصبوط ما ينفع تخميني يكون كذا عشوائيين حقرة بقرة وخلاص alone ما هي ظابطة ما لها أي علاقة به هو يحب يأكل أبلون أبلون معناها لوحدي ولأ ما يحب يأكل لوحدي يعني يبغي يأكل شيء اسمه لوحدي ولأ صعب فسي نهائيا لا بيقي عندي المضاربة بين B و D الكراب فين يعيش؟ هل يعيش جوه البحر؟ أنا ماني متأكد بالضبط إيوه يعيش جوه البحر لكن بلوصل وقت في الكرابز يعني إذا كان قالها أنا بلوصل قاعد أشوف إنه هذا شيء احتمال يكون سمك لأنه يقول لنا هذا شيء نلاقيه في rocky shore lines و إيوه و إذا كانت كرابز كنا نصا قال الكرابز من أول ف إيه فهنا بقول إنه أنا حتجه إنه هو بيأكل سمك kind of it's a type of fish يعني هذا ما هو معناه كراب هذا معناه نوع من السمك وهذا اللي هي خلينا اختار B بس اللي منكم اختار D على نفس المبدأ أنت كنت مرة مرة قريب من الإجابة طيب عبد الرحمن هل عندك إجابة صارة كيف كنت أنت تجاوب التخمين عب عليك إنك تجاوب التخمين أنت ما تعرف إجابة صحيحة والإجابة صحيحة موجودة في جوجل بس أنا وأنت ما عندنا جوجل في جوة الإختبار ف واحتمالية إنك تعرف الكلمات هنا بعضها هيتقصد يحطوا كلمات تعجيزية فأسرة المعنى هي أسرة تعجيزية هي معنى تعجيزة بعض الأحيان بعضها هنكون لأمانة يصبط فمثلا هذا المعنى هو معنى تعجيزي يعني هذا الكلمة مستحيلة هتيعرفها إلا الناس المستوى متقدم جدا أو حلوا هذا الاختبار في بورشة عبد الرحمن ودخل الاختبار ولاقوا شي زيه فهذا الاستثنائين الوحيدين نيجل السؤال بارغراف ثري يتكلم مينلي بشكل أساسي بشكل أساسي هذا السؤال إيش نوعه؟ بارغراف ثلاثة كلمة لما نشوف هذا الشي مع بعض جاي مينلي، بشكل أساسي إيش معناها؟ إيش نوع السؤال هذا؟ هل هذا يسألك عن معلومة معينة؟ وليس يسألك عن موضوع الشي كله؟ يسألك عن الموضوع صح عليكم وما يسألك عن موضوع الفقرة معينة أو القطعة بالكامل هنا قال الفقرة الثالثة فأنا ما بضيع وقت يأفهم الأسئلة لأنا بفاهمها زي كانك تقول أنا حافظ أنواع الأسئلة أنا حافظها لأنه أنا حافظها فأنا بستوعبها أسرع وهذه بتوفر لي وقت كبير جداً يعني الفرق بينك وبين شخص أول مرة يدخل اختباره فأنا لا يفهم السؤال عبد الرحمن عشان روح يجاوب عليه وهو جداً جداً إذا أنت لا تفهم نوع السؤال كيف يحب يسأل الناس وكيف يحاول يخلينهم تلخبطوا أنت فينا هتلخبط لكن إذا أنت عارف أنواع الأسئلة فأنت فقرة ثلاثة يلا نروح اللي بعد هناك غير موقع الضائع في الموضوع وهذا اللي نحتاج نسويه بشدة في الاختبار عندك كل ثانية تفرق فنروح على طول نهجم على إيش فارغراف رقم كم؟ رقم ثلاثة في الله ما نقرأ الاختيارات على طول نروح اللي بعده فارغراف رقم ثلاثة فارغراف رقم ثلاثة يقعد يتكلم على أوكي هذا النفس اللي يحلينا قبل شوي ماحتاج أقرار كمان أنا فهمت أصلا إيش قصده فارغراف ثلاثة ايش موضوعه قبل شوي قعدين يحلوا فارغراف واحد تتكلم عنه رقم ثلاثة عن مكانه رقم ثلاثة عن أكله هل يتكلم عن الأكل يتكلم عن الفود والفارغراف أربع تتكلم عن المهارات حاجة تانية فأيالله قائز نهجم بهين احنا نروح لسف قطعة التانية القطعة الثانية ما شاء الله ما هي أبسط من الأولى هي أطول منها طولا وعرضا واتجاها ومن ناحية الستة عندنا سؤال أول سؤال الثاني سؤال التالت ثلاثة سئلة فقط ثلاثة القطعة طويلة الأسئلة قليلة هذا شيء ما هو شائع وأغلب الأسئلة القطعة طويلة بيكون فيها الأسئلة طويلة أو لا تكون فيها أسئلة كثيرة بس هذه تديني فكرة يلا نروح لبعده في القطعة الثانية إيش نسوي على طول نقرأ الجملة الأول سطرة الأول سنجابور is a small island nation located in Southeast Asia أنا ما نفروض ما نطقها بس يتكلم عن إيش يا كايز يتكلم عن إيش إيش الفكرة اللي قاعدين يتكلمها في سنجابورا بالضبط الدولة هديكة في دولة جزيرة صغيرة أو كيفها أنا زرتها فأنا أعرفها كويز فأنا بالنسبة لي آه إيو أنا أعرفها فأنا أعرفها طيب الجزء الثاني one of the key ففي البداية عديت كلم عن سنجابورا نفسها وإش فكرتها وهي موجودة فين نيجي على الرقم الثانية one of the key reasons من أحد الأسئلة المفتاحة أسباب مفتاحية وأسباب أساسية وإيش معناها النجاح it is thriving trade trade تجارة industry آه تجارة فقاعديني أركز من أحد الأسباب رئيس تجارة سنجابورا ناجحة هي صناعة التجارة الحيوية فيها آه بتكلم عن التجارة خليني أنا أكتبها أو حطها كذا trade وحط عليه دائرة وحديدها عشان ما أنسى القطعة الطويلة القطعة الطويلة زي هذه حط عليها كلمة كذا بركز على الكلمة تعرفها طيب فقرقم ثلاثة another area منطقة ثانية that has contributed to Singapore's success is its booming another area يعني يقول لك منطقة أخرى اللي اجتاهمت في النجاح هي booming booming يعني منفجر boom كذا بتخيل كذا في صوت boom ايش بيصير boom معناها انفجار فحيني قصر من انفجار إيجابي في انفجار السياحة tourism industry مجال السياحة فتعتبر صناعة السياحة اللي هو صناعة ومجال السياحة النابضة بالحياة يخي كلمات سبحان الله بالظبطية موجودة هنا booming النابضة بالحياة وفي سنغفور أيضا منطقة مهمة تساهم في نجاحها المهم قاعدين يتكلم عن إيش إيش الخلاصة قايزة هنا إيش هو الشيء الثاني اللي خلاهم ينجحوا السياحة طبعا كيد فالفقرة الثانية كلها هيركز فما قاعدين يتكلم عن النهضة بشكل عام وعن تطورهم لا بيتكلم عن منطقة أخرى ساعدت في نجاحنا هي السياحة فإيش حيصير باقي الفقرة هتتكلم عن السياحة هذا كله سياحة هذي فقرة السياحة أي سؤال يجيك عن السياحة أهجم على رقم ثلاثة عشان كده أنا حنروح أضغط على توريزم كده دائرة كبيرة كده يقول لك هذي فقرة التوريزم ولا حد يلمس موضوع توريزم إلا لما تيجي هنا والتجارة هنا رقم اثنين يلا ممتاز فكده افتكينا من الثلاثة نيجي أربعة في الأيام الأولى في كونترية دولة في الأيام الأولى early days days بما يعني في كلمة days early بداية أولى البدري في الأيام البدري في الأيام كان الزمان في الأيام الأولى دولة economy اقتصاد was built on بنية على strong trade policies and industrial development بتكلم عليه يقولك في الأيام الأولى الاقتصاد ايو فهنا هنا في أكثر من حاجة يعني أنا بنفسي فبعضك الاقتصاد كيف بني ممتاز واحد يقول كيف الأيام الأولى كيف كانت هذي كمان مزبوطة واحدة منها تمام ممكن تكون عن يقول لنا trade و industry بس أنا أقول إذا انت رشفت التطور اللي هو economy قضي الاقتصاد أو early days انت أمورك هتكون طيب ممكن يقول policies ممكن تقول التجارة التجارة مين فعندنا نختار تجارة أصلا فهنا إيش هنا بيقولك السياسات التجارية والتطوير الصناعي أو تركيز على الصناعة development ممكن development ممكن ممكن طيب واحدة من الثلاثة في عبد الرحمن فقرات نحن نتلخبط فيهم عادي جدا فهو ما هو إجابة صحيحة هي تخمين هو تكوين فكرة خلاص نيجي الخمسة إن أدشن مع تركيزها على الترد and tourism فيقولك دقيقة there is trade and there is tourism آه that's great okay what else يقولك Singapore has also been recognized for its commitment to innovation and sustainability وقالك بالإضافة إلى الشيئين اللي احنا أصلا فهذا هل هو بتكلم عن trade لا tourism لا يقولك بالإضافة لي يعني يقولك أنا عبد الرحمن أنا الآن أعتبر أنا سبب نجاحي هو الصحة هو التجارة هو السياحة وكمان بالإضافة للتجارة والسياحة أنا سبب نجاحي كان الابداع أنا كنت مبدع مثلا هذا القطع بتحاول تقوله فالكلام اللي باقي حيكون عن إيش الفقرة حتتتكلم عن إيش innovation اللي هو الابتكار إيه فإذا إذا بتكلم عن innovation والابتكار والكلمة الثانية sustainability إنو حاجة تبقى مزدهرة وزهار وشيء زي كده فهلو بتكلم عن التجارة والسياحة ولا قعد يتكلم عن الإبتكار إيش ولا قعد يتكلم عنهم كلهم عن الإبتكار لأنه الفقرات القبلها أصلا يتكلم فيه عن trade فالتركيز فالتركيز الآن على على الانوفيشن هذا هو التركيز بشكل واضح جدا نروح لفقرة ستة In conclusion ختاما Singapore's success can be attributed to a number of factors فممكن يقول إنو نجاح سنجافورة إلى عدد من العوامل وليس حاجة وحدة منها trade or tourism بس في عوامل كثيرة فهنا إيش اللي ممكن نقول عليه خلاصة وممكن تقول العوامل كلها مثلا واحدة منهم طيب نروح لها سيلم سؤال وليقول What two areas made Singapore successful country إيش الشيء اللي خلى سنجافورة دولة ناجحة برحمان إنت من فين لش قلت الإجابة بسيطة trade or tourism شفناهم فين شفناهم في أكثر مكان في القطعة شفناهم صراحة بالصطفة المكان الأول اللي شفتنا بشكل واضح هو trade المكان التاني اللي شفتوا بشكل واضح هو هنا tourism مكان التالت اللي شفتوا كان هنا trade and tourism بالإضافة يعني trade and tourism كانوا الشيء الأشيئين الأساسيين طيب نرجع وراء بس فيه جابة مكان واضح الذكر فيه بشكل واضح يقول لك thanks to this large part to its focus فالتركيز سنغافورا كان على trade and tourism فهذا المرة الرابعة اللي ذكر فيها trade and tourism الاشياء الثانية ذكرت كأشياء إضافية كأشياء ملحقة بيهم وصلا ما هي موجودة أصلا business finance لا architecture لا management لا trade and tourism وهذا الإجابة الصحيحة طيب نروح للسؤال البعد بسرعة what two attractions are fund worth of the city أنا من يفهم مش قصة السؤال بالضبط بس أنا باين أن هذا السؤال هل هو معلوم هل هو ضمير هل هو معنى هل هو موضوع هل هو رأي إيش لما تشوف السؤال كذا غريب كذا وفي كلمات جديدة عليه فأنت تفهم أنه آه هذا السؤال يسألك عن معلومة هذا ليس سؤال معنى ولا ضمير ولا موضوع لرأيه ويسألك عن معلومة معينة وبالتالي كل كلمة حتى لو كانت غريبة تروح تدور عليها والكلمات الغريبة مثلا جات هنا عندي أن نروح تدور عليها على طول فأنا أقول اتنين هم حاجتين بدور عليهم في المدينة حاجة غفورة فworth كلمة fund ماني عارف شد الكريم بس خليني دور عليها طيب فهن حتكون موجودة بتكلم عن منطقتين منطقتين موجودة في المدينة هل هي موجودة في المقدمة ولا هي موجودة في منطقتين أو ما يستاهلوا هل هو في التجارة ولا هل هو في السياحة أنا أشوف أقول يا أخي هو قاعد يتكلم عن السياحة فأكيد في منطقتين ممكن هنا يقول في أشياء في زي أماكن سياحية يقصد بيها فخلينا نشوف هل هي موجودة هنا السياحة هي محتملة فهنقول number of world class attractions يقول لنا المدينة هي بيت أو هي المنزل عبارة عن حاجات يعني إيو حاجات كبير أشياء أشياء سياحية مهمة منها بوكت تيما نيتر ريزيرف توقع هل رحته ما عرف بس إيو ما عرف اسمه بس إيو في مكان كان رهيب مرة فبوكت تيما نيتر ريزيرف هذا الشيء الأول آه فشكل الإجابة هنا وشيء تاني and the central هذا الشيء catchment areas آه أوكي طيب هذا الشيء موجود في الاختيارات guys شو قل لك إيش الأشياء اللي تستاهل في المدينة هل بوكت تيما آه موجودة وهذا الشيء موجود مبروك هذا الإجابة طيب هذا little indian بوكت بوكت موجودة صح بس little indian ما لي أي علاقة فكنسل سينجابور زيولوجيكال gardens and herb centers ما هي ما ذكرت تيما سنتوزا and colonial district ما هي خلاص كنت الموضوع فالإجابة هي ايه ما يحتاج أسلكم أنا شابك أنا شابك هتمر واضح استعجلت يقول لك في الأيام الأولى early days what helped strengthen the economy ايش اللي ساعد ايش اللي ساعد اني يقوي الاقتصاد early days عبد الرحمن early days economy والاقتصاد ايش اللي قوى فين الإجابة هتكون في أي فقرة early days فقرة أربعة فايش هيل أشياء أبغاك بدور هل في مكان يقول لنا ايش اللي الشي اللي بني عليه ايه موجود built on نفس الفقرة نفس الجملة الحقرية built on strong trade policies and industrial development آه أوكي لاحظش مكتوب فهي دي ماناش trade policies and industrial development طيب نشوف هنا نشوف السؤال ايش قال trade policies and industrial development زي ما ذكرت انت في ناس ما شاء الله أخدوا industrial development بس ما ركزوا على التوريزم فلا لا 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 خليك مركز صح صح هادي لا هادي ما تزبط هنا ما في ولا واحدة منهم ذكرت ما تزبط هنا trade policy بس low employment ما لي علاقة هذا شيء ما لي علاقة وما تزبط الإجابة عندنا فعلا هي بالقطعة الثالثة cancer آه cancer ايوة عبد الرحمن this is ايوة is a disease هو المرض is a disease that occurs when abnormal cells in the body begin to divide and grow uncontrollably مرض يحسن عندما تبدأ خلايا غير طبيعي في جسم في تكاثر النمو بلا تحكم واو اوكي فوق اوكي في القطعة صن تقيلة شوية حلو نيجا الparagraph رقم 2 فالأولى ستتتكلم عن cancer ايوة تعريف cancer الاخر روح الرقم 2 one challenge تحدي معناها علاج علاج السرطان هو ايش هو التحدي مسكنا قاعدين نقول في عبدالرحمن في تحدي there's challenge اللي هو avoid انه نتجنب damage نتجنب انه نكسر الخلايا الصحية الكويسة one challenge تحدي واحد هو نتجنب الاضرار بالخلايا السليمة في العملية فعملية ايش العلاج فاش قاعد يتكلم هنا الفقر الثاني وبالتالي ايش تستخلصوا مني الفقر هذي كلها اذا الجملة الاولى كانت كده هتتكلم عن ايش ينفع ان نقول هذي الجملة بشكل واضح هتقول من احد اشيال اللي نبغى نحاول نسويها انه نتجنب انه نخرب الخيالة المزبوطة بس هو قال التحدي منه يعني زيكا نقول من احد التحديات هو في العلاج وبالتالي الاجابتين صح فياها تكون هي علاج او هيكون التحدي في العلاج او هيكون العلاجات بشكل عام واحدة منها او واحدة منها او الاثنين مع بعض فالاثنين مزبوطين طيب نيجي الرقم ثلاثة however يعني بالرقم من كتا it is important to know that يش هذا الشي مين منكم كده يشوف وكده يقول اه دارفو اي احد منكم سمع عن السرطان هيعرف هذي كريمو رب يحضو جميع مرتاني ايو فا ديرز كيمو ثيرابي كيمو ثيرابي كيمو ثيرابي الكيمياوي العلاج الكيميائي بالضبط ايو صحيح فيقول انه في حاجة مهمة انه كيمو ثيرابي while effective in many cases بتكون effective effective معناه ايش انا شخص effective جدا هي effective it is also it has its dangers طيب ايش انا نعلم عن الكيمياوي انه له dangers ايضا عنده effective هو كويس مؤثر عاش حاجة ليها تأثير لك بنفس الوقت also dangers عنده dangers حقته طيب خلصنا القطعة مبروك خلص القطعة ايش بارغراف واحد يتكلم عن الكنسر يتكلم عن ايش بارغراف واحد يتكلم عن cancer طيب هذه من الاشياء اللي سميها عن الموضوع والرأي لانه هي شوية فيها انه انت عليك تطلع الرأي اللي قاعد يطلع هنا هدا الشيء دائما نسمي انه نقل الجملة الاولى اللي قريناها فكانس نقراها مرة تانية فهو علاء هو مرض يخلي الشيء بلا بلا اللي قريناها اللي هو الخلائق غير طبيعية تبدأ تنمو رقم اثنين الجملة الأخيرة طبعا الجملة الأخيرة صن هي ثات جمل ف depending on the stage and the other factors additional treatment like chemotherapy and radiation therapy may also be necessary يقول لك في علاجات تانية ممكن تكون موجودة نحتاج انه استخدمها في هذا الشيء A it's less frequent than other cancers and a free trade policy اجدخل free trade policy الموضوع مر بعيد which doesn't make sense نجال B can be normally removed by surgery إن الكانسر ممكن يكون يتشال من خلال عملية ما عرف ما انا متأكد هذي شيء صراحة ممكن يوم كما قريت صراحة يقول لك cancer people get it from sun bathing آه الناس اللي يجلس تحت الشمس هم يجين من cancer هذي معنوهم ما 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 يمثبور أصلا وهو ما ركز على أسباب بعيدة مرة يعني وهات الجملة الأخيرة تكلمت عن العلاجات أو طرق ما في علاقة عن السباب طيب هذا الشيء في شيء اسمه سهل عشان نلاحظه طيب هذي كمان المن يعرف عبد رحمن إيش الحل حقرة بقرة لا هتروح تقرأ مرة كمان وحتشوف الشيء الباقي الجزء اللي ما قري تدور عليه لأن إلى الآن محاولات أنا ما ضبطت هذا السؤال ممكن العاشر والحدي عشر اللي ما ضبط العلي أقرأ أكثر فهنا نشوف هل في ميلونوماس أو في إيش الإجابة التي كانت قبلها دقيقة أو هل هو ممكن يتشال طبيعيا من خلال عملية Surgery هل هي Surgery الكلمة المهمة ولا كلمة ميلونوماس واحدة منهم خلينا نشوف في بعض كيس يمكن هي آه هذه ما ذكرت فعلا والإجابة هي فعلا والإجابة ب واضحة بالرغم من صعوبة حسية الموضوع تقيل شوية طبعا هذه المشكلة في أسألة الرأي والموضوع وما في شي معين هو ممكن يسألك على أي حاجة ممكن يسألك المعلومة معينة فنحاول قد ما نقدر نقرأ أقل بس في بعض الأحيان كيف العلماء تقلل 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 كيف يجنب أن يكسر في الخلايا السليمة طيب هذي أي فقرة قائز موجودة الإجابة فكيف يجنب فهذه في الفقرة الثانية التي تتكلم على التحديات العلاج فإيش الشغالين عليه كيف هم يشغل عليه فقل يدور فأدرس scientists are trying working to improve their understanding آه فيقول لك عشان to address this أو عشان لخاطب هذا المشكلة اللي هو أنه ما نخرب الخلايا السليمة يقول لك أن هم بيحاول يزيد من فهمهم عن بروتين أو دورة حالة البروتين حق السل وانا ما لدي أي علاقة بالطب بس أنا قاعد أقرام من هنا في proteins sell sell لقيت معلومة محتملة اروح دور فالA يقول لنا كده B يقول لنا كده C يقول لنا ف By treating cancer very early رقم 2 Copying DNA In cancer cells أو C using chemotherapy أو D better understanding cell cycles وشوفت احين فيه اشياء اي حاجة مذكورة في الاختبار مو معناه هذي جابة صحية هذي اول حاجة شيء من رأسك ان شوفت حاجة كده قريبة خلاص على طول لا E or chemotherapy ذكرت cancer very early ذكرت DNA ما شوفت بس وهذه كمان ذكرت بس انت بتشوف الاجابة فين انت بتشوف الاجابة حسب المكان فلاحظ هنا قاعد يتكلم عن العلاج فالتحدي انه احنا ما نضرب الخلايا السليمة وعشان نسوي هذا الشيء العلماء شغالين انه يحسنوا فهمهم للسل ساكل البروتينات ايش معنى هذا الكلام معناها انه عشان يحلوا مشكلة معناها 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 آخر عشان العلماء يحلوا مشكلة انه عشان ما عشان يتجنبوا انه يدمروا الخلايا السليمة هم يحتاجوا انه يفهموا البروتينات حقا الخلية بشكل افضل دورة حينة البروتينات ما له علاقة ما ذكر كيموثيربي ما ذكر في هذا المكان في هذا الجزئية ما ذكر العلاج البدري ما ذكر هذا معنى ممكن منطقي ممكن كلامك منطقي ممكن اذا انت طبيب ممكن تختلف مع القطعة ما له علاقة هنا احنا هنا منركز على على مكان الاجابة الصحيحة والجملة اللي ذكرت فيها فالدي هي الصحة الباقي اشياء هي ذكرت ما ذكرت اصلا وهي بعيدة وذكرت في مكان اخر اصلا طيب فانروح على السؤال اللي بعده طيب this is really interesting يقولنا ليش الكاتب كتب however ليش كتب however فانها هذه الhowever محدد اصلا رقم ثلاثة ليش قال however خلينا نشوف طبعا المكان اجابه بسيط خلينا نشوف الان it is important to know that chemotherapy while effective also has dangers ليش قال however عشان تعرف however تحتاج تعرف معنى كلمة however معنى كلمة however هو بالرغم من فبالرغم من هذا الشيء فراغ وفاصلة هذا الشيء وليس اضافة على فبالرغم من اش معناها معناها في حاجتين ضد بعض وهذا هو مفتاح اجابة السؤال ماذا done ما عندك الاجابة هل ان يقول عشان هو الكاتب يبغى يقول عشان يقول اضراره ولا عشان يدي مثال انه كيف الكيميوثيراب يشتغل ولا عشان يقول يكرر الجملة على الفاضي ولا عشان يقول الجملة الماضية هي مهمة للبروتين وهو الشيء المتابة للبروتين اذا تخيل كده انت كده جالس كده بكل بصراحة كده جالس لوحدك استغفر الله لما نيجي نختاب احد كيف نبدأ الغيبة كيف تبدأ كيف نبدأ نحش الواحد يعني مو دائما بس ايه وتقوله صراحة هو كده بس مشكلته ايه نجيب فسفص لا دقيقة قبل الفسفص او بعد الفسفص طيب هو تمام بس انه ونبدأ هو كده هو كده بس ونبدأ بالمشاكل صح ولا لا فنقول الكيميوثيرابي شغال كويس بس بالرغم من الكيميوثيرابي كويس يشغال الا انه وابدأ وعب المشاكل كلها فهنا قال هو بالضبط هذا اللي كان يحاوله سوي يقولك الكيميوثيرابي كويس ويعالج فعلا لكن بالرغم من انه يعالج مؤثر الا انه وتفضل مشاكل ضخمة لي فهو يعني زك انه عشان كده قلت لكم اتكلم عني شوية عشان يعني نغتاب كده يعني ما هو غيب وكس نخليه كده ببليك شوية ايه فلما لما تروح تجاب وتنتقد على احد فهويفر حاجة تكون هذا اللي حاول استخدم الكاتب انه قال هاويفر بالرغم من انه مثلا زي زي عبد الرحمة بالرحمة هذا ما هو تخصص الا انه قلتوه بشكل ايجابي مع انه هي في المثال استخدم بشكل سلبي شوية انه انه هو كويس بس له اضرار له اشياء مخاطر وهذه بالضبط المخاطر اللي اللي كانت تجابة صحيحة فهو ما يبغي يشرح لك كيف الكيمو تيرابي يشتغل هو بيقول لك المشاكل حقته يعني بحاول يركز يعني استخدامه لهويفر للتركيز على المخاطر حقت الكيمو تيرابي كيف الكاتب يشعر عن فهمنا للكانسر هذا اسمي السؤال السيئ بس بنفس الوقت ماهو صعب ماهو استحيل يعني اش هو شعور الكاتب عن الكانسر هنا انت عليك تحاول تلقط لغة الكاتب بشكل عام سؤال الرأيي طلال حط اللي موجي حق الليو الجمجم هديكة فهنا انت عليك يسألك الكاتب يقصد ايش ايش لغته ايش رأيه ايش يبغى فاش شعورنا ولا شعوره شعور الكاتب يا اخي انا ايش دراني شعور الكاتب الموضوع قدم انه يبان انه تعجيزي او انش دراني انا هذا ما هو اخوي عشان نأتكد من المعلومة هدي لكن انت بتشوفها في النهاية تحديدا يعني انا صراحة فتر الاخيرة بديت الاحظ ان اغلب القطع حتقول لك الشعور هذا بشكل عام في النهاية او في المكان اللي يتكلم عنه فالان يقولون عن القطع بشكل عام ايش رأيه عن الكانسر بكله وخليني اشوف هنا بالرغم من هذه التحديات اجابة واضحة بس احنا ايش نحس ان واضح ان الموضوع صعب ايو بس انت عليك تالي فو بيذكر عن ايش وهو سأل عن الكانسر كله فاني رحت في النهاية عشان نفهم لان في النهاية دائما نكون نفق مكان الختام يعني لما اقول لك لما اقول لك اكتب مقال عن الذكال الصناعي حتقول الذكال الصناعي هو حاجة جديدة وبعدين في النص حتذكر الادات الشات جي بي تي وادات الجوجل وادات مدري ايش والناس بيستخدموه كده وفي النهاية تقول واخيرا انا حس ان الذكال الصناعي حاجة خطيرة واني حتاكل الانسان كله والانسان راح يموت او حتغير ايش انت انت ايش شعورك واضح شعورك انت خايف من الذكال الصناعي نفسه او العكس الذكال الصناعي ساعدني كثير حغير حياتنا وحيخليني مثلا غني بسبب الادوات اللي حتكم موجوبة فالمهم فدائما يعني مو دائما فهادي ما هي قاعدة دائما بس لما انا شفت بهذا الشي انه هو بيحاولي وريك ايش سوف يمكان معين ممكن يكون عن شي موضوع معين ايو يعني اذا ممكن تسألني عن الكيموثيرابي ايش رأي الكاتب عن الكيموثيرابي فرح ادور عن الكيموثيرابي ودور لغة 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 ايش رأيه يعني لما اشوف كلمة however معناها وبحذرنا يعني كيموثيرابي يعني اذا قالك ايش رأي الكاتب عن الكيموثيرابي حيقولك can cause range of side effects nausea, hair loss, and weakened immune function فهو اشعور عن الكيموثيرابي هنا guys سؤال فالسؤال المنفصلين اشعور عن الكانسر واشعور عن الكيموثيرابي خلينا نجاب السؤال الأول اشعور عن الكيموثيرابي هل هو منزعج ممكن هل هو متحمس بشكل ايجابي لا هو حذر ايو خطير ويحذر منه يخاف منه خايف منه حذر خطر متخوف ممتاز فجر منزعج قلق من الاطرار الجانبية ممتاز فاذا سألك السؤال ما انت حتيك رح ديك المنطقة تشوف الكلمات اللي حاول استخدامها فهو في عنده كده أمل طيب ليه لانه الان حين لما نرجع مريتاني حنشوف مكان النهاية نهاية كلامه عن الكنس رح نشوف هو يقول ongoing في أبحاث وفي تقدم وفي سبب للهوب اللي هو للأمل انه هذا الشيء حيستمر وحيزيد عن فهمنا وأيضا العلاج لهذا المرض فكل هذه الكلمات قاعدة تحاول تقول لي انه انه هو مرش انه هو مو متحمس هو متأمل انه في شيء يصير بالعلاج بإذن الله طيب فانا ادد لأخبطة لبعض هو ما هو متحمس ما هو غاضب ما هو disappointed انا بالعيني لان الجابة كان بسيطة انا حبيت لأخبطكم شيرو انا نقول لكم انت عليك تشوفوا وبتكلم عن إيش وبتكلم هنا عن الكانسر وبالتالي الإجابة راح تكون هنا بشكل عام وهذا إجابة صحية إذا كنت سألتك إذا غيرت هذا الشيء وخليته كيموثيرابي إذا خليت الكانسر تتغير إلى تكون فالإجابة حتكون مختلفة الإجابة ما يعني ما حتكون من هذا الاختيارات حتكون واحدة تانية حتكون إنه متخوف أو شيء زيك كده طبعا هذا ما هو تركيز أنا لحين نروح guys للسؤال الأخير أو القطع الأخيرة 2014 marriage and divorce rate النسبة المئوية للزواج والطلاق لكل ألف شخص طيب في كل ألف شخص كم نسبة منهم بتزوجوا كم بالنسبة منهم طلقوا حلو فالأحمر كم بالنسبة من كلها United States بشكل عام Arizona Oklahoma West Virginia مدري إيش وشيات هدولا والمارجز كم بتزوجوا كم بتطلقوا تزوجوا طلقوا تزوجوا ما شاء الله كولومبيا أخي حماس و أقل نسبة طيب ف كأنها يعني كأنك تبزبت حالة تفهم إيش قاعد يصير حلو فهي هي دائما نسميها الرسوم بيانية بسيطة فإنت تبغى تجهش شوية وقت تفهم إيش قاعد يصير طيب حلو نجي جزي شو السؤال الأول يقولك إيش الستيت إيش هي الدولة وهادي موست مارجز كان عندي الأكثر مارجز إيش معناها الأكثر مارجز كايز إيش معناها the most أم قولك موست منايا حبيبي موست عالي أعلى شيء أطول عمود للمارجز المارجز مع إيش معناها أزرق أطول عمود إيش أزرق والأحمر أزرق هذي موجود لأي دولة ألف شخص طبعا ألف شخص أكيد ألف ونبعطعش أكيد كلها موجودة أصلا ألف ونبعطع عشر ألف شخص موجودة إيش أكثر دولة سؤال إيش هي دولة أنا ما حبغو ما حبغو أحبغو أحط سؤال تفاعلي الإجابة هي كولومبيا أنت بحرفين تشوف تحت سبحان الله جميل جدا الإجابة هذه تفضل إنتهى حلينا السؤال طيب طيب نجد حين للسؤال الثاني طيب ما حس في تفاول في الموضوع طيب يقولك إيش الستيت الولاية هذي فيوست إيش معنى فيوست بس إذا بغاكتب تعلم في الكلمتين هايست موست أو فيوست لويست فيوست معناها الأقل إيش معناها أصغر إيش أصغر إيش لواجه أو ديفورس لا طلاق ديفورس إيش أقل إلي درجة ما كنت تعلم في كلمة ديفورس It's fine إنت بس تشوف الشيء اللي يبدأ بالدي هذا الشيء اللي يبدأ بالدي إيش لونه لونه أحمر اللون الدي أقل حاجة في الدي إيش آه هادي قليلة بس دقيقة هذا الشيء مرة قليلة خلينا نتأكد ببعا لازم تتأكد يعني كده أرسم لك خط كده آه أوكي هادي أقل لهم حتى أقل من هادي أقل من هادي أقل من هادي أوه فعلا هادي أقل لهم فاللوه هذا المكان وهذا ولاية إلى الأقل في نسب الطلاق ونحن نفعل شكرا جدا على مشاهدك إذا عجبك هذا الفيديو ممكن تشوف تريب عملي سويته على الأسر متوقعة بقسم استيعاد المقرودية تشوفه من هنا سوالك الله الحمدك إن شاء الله إلا أنت سأخوته بإليك في أمان الله باسلام